عزيزي مشاهدين اهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامج استاذ ستب زي ما متعودين مننا كل حلقة بيبقى معنا نخبة كبيرة جدا من الاطباء بيرد على كل مشاكلكو اسألتكوها بخصوص اي مرض بتسأله عليه النهاردة هنتكلم عن مشاكل الام البص بالتحديد والاخص مشاكل المرارة ايه هي المرارة بتيجي من ايه اسبابها ايه مشاكلها ايه امتى نخش نعم العملية امتى ما نخشش نعم العملية هل فعلا في حاجات بتزوب حصوات المرارة ولا لا كل ده اللي هيرد عليه النهاردة وعلى حضرتكو دكتور احمد سعد امين اقصائي الجراحة العامة وعض قولية الاطباء والجراحين الملكية بجلاسكو ببريطانيا اهلا بيك يا دكتور اهلا بحيط اهلا بيك وانا سعيدا نحاج بيه في المرارة التانية النهاردة اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك دكتور يعني ايه مرارة بداية كده دايما اكيد فيه مرارة كتير بيبقى عندهم واجعة مش عارفين الواجع ده ايه يعني الواجع اليمين ده مثلا خاص بمرارة الزيدة القولون فيه ناس بتبقى مش عارفة الالام دي منين بالظبط او ده ايه الاول يعني ايه مرارة وانهي جنب في الجسم اللي انا ابدأ اقال فيه تمام المرارة مش مرارة المرارة كمرارة كمصطلح هي عبارة عن عضو في الجسم اسمها الحوصلة المرارية حاجة كده شبه الكوميترية لها ابعاد معينة طبعا حسب السن بتنمو زي اي عضو بينمو فايدتها انها تجمع العصارة الصفروية اللي نزلة من الكبد ودخها في الامعاء عند الحاجة اليها احنا طبيعي الكبد بيفرز على طول بسم العصارة الصفروية العصارة الصفروية دي فايدتها انها بتساعد في هضم الدهون لما يأكل اكلة دسمة فيه دهن زيادة كله العصارة الصفروية اللي نزلة والمعدل بتاعها ما بيبقاش كافي فالمرارة هنا تنقبض والضخ المحتوى بتاعها فهي حاجة مفيدة للجسم ربنا خلقها هي مش حاجة مضرة على اي حاجة ايه اسبابها يا دكتور ليه الناس بتشتكي من مرارة او بتبدأ المشاكل نتيجة ايه تمام اغلب مشاكل المرارة لما يكون يتكون فيها حصابات دي يعني 90% بل اكتر كمان من مشاكل المرارة وامراض المرارة هي تكوين الحصابات تكوين الحصابات بيجي اولا املاح المرارة دي المرارة فيها املاح نسميها البايل سولتس خلاص الاملاح دي ممكن تتكون بيبقى لما يحصل حصابات تتكون من حصابات كوليسترولية وحصابات غير كوليسترولية اغلب المشاكل بتبقى حصابات كوليسترولية نتيجة حاجاتها نتكلم فيها دلوقتي ان شاء الله في الحلقة وإحنا جيد الكوليسترولي اللي موجود في العصارة له نسبة بالنسبة للاملاح لما يحصل الخلل ده تتكون الحصابات بتاعت المرارة ونبتدي بقى ايه ندخل في مشاكل حصابات المرارة ايه اعراض مشاكل الام المرارة يا دكتور؟ هل وجع بس في الجنب وانهي جنب يا دكتور اللي بيقى فيه وجع؟ طيب اسماحيل حضرتك كلمة مشاكل المرارة ده مصطلع عام ممكن بقى نقسم كده ونقول يعني ايه مشاكل المرارة أو ايه هي مشاكل المرارة احنا زي ما اتفقنا في الاول قلنا في حاجة اسمها حصابات مرارة طيب الحصابات دي ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل حاجة اسمها مغص مراري ده كده مصطلح طبي اسمه مغص مراري اعراضه ايه؟ عيانة او عيان اكل اكله دسمة شوية بعد ساعتين اتفاجئ انه هو عنده قلم شديد جدا في المنطقة العلوية اليومنا من منطقة البطن البطن بالمناسبة متقسمة لتسع مناطق تشريحية ففي المنطقة اليومنا دي اللي هي منطقة الراية هيبوكندرم الراية هيبوكندرم دي اللي فيها المرارة موجودة في الجزء السفلي او الجزء السفلي الخلفي بتاع الكبت وخصوصا في الناحية اليمين طيب حصلت الام بيجي فجأة يا دكتور ألام ولا بيبقى هو أصلا عنه بشكل فيه؟ ما نقول لحديك فيه حصوة الحصوة دي راحت ووقفت في الأنبوبة الكيسية بتاعة المرارة طيب اسمعين عشان هستأذن حديك أرجع تاني كده لحتة في المرارة علشان الناس تفهم معنا ايه المشاكل دي بتحصل ازاي المرارة عبارة عن شكل كومترة في النهاية خالص فيه حاجة اسمها أنبوبة الأنبوبة دي بتتحد مع القناة الكبدية العامة طيب الكبد عندي يمين وشمال فيه قنوات جوه الكبد بتجمع قنوات صغيرة جدا بتجمع من خلايا الكبد العصارة الصفروية وتبتدي قنوات تتحد وتكون قنوات أكبر قنوات أكبر لغاية ما يتكونوا قنوات يمنى وقنوات يسر القنوات اليمنى تتحد مع اليسر ويكونوا حاجة اسمها القنوات الكبدية العامة تيجي بقى القناة الكابدية العامة تتحد مع القناة الكيسية اللي بسمها سيستك دقتي اللي جاء من المرارة ويكون حاجة اسمها القناة المرارية العامة أنا ليه بقول التشريح ده لأن كل اللي هنتكلم فيه مبنى على الكلام ده طيب في حصوة نزلت ووقفت في القناة بتاعة الحوصلة السفروية اللي هي في القناة المرارة اللي هي القناة الكيسية ييجي معيان أكل أكلة دسمة الجسم بيشغل هرمونات دي خلقت ربنا سبحانه وتعالى يعني سبحانه وتعالى بديع في خلقه هرمون اسمه كوليسيستوكاينين بيبتدي يبعت ارسليات فيه اكلة فيها دهون البنكرياس هيطلع انزيم اللي هيقدم الدهون اسمه ليبيز طب عايز الدهون دي بتبقى صلبة عايزين نطريها شوية من اللي هيطريها الأملاح الصفرة طب ولكبد عمال ينزل أملاح صفرة ينزل ينزل لا محتاجين حاجة اكتر يبتدي الحوصلة تنقبض فلما تنقبض وتلاقي حصوة سدة يبتدي المشاكل هنا انت حضرتك جزء بيحس في الجسم عماله تضغطيه 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 نحس بالقلم المراري طيب احنا دلوقتي بيتكلم في المغص المراري لسه ما تكلمش عن التهابات والكلام طيب العيان هو مشاكل المرارة حاجتين يا دكتور صح حصوات او التهابات مزبوط لا حصوات او غير حصوات والحصوات بتؤدي الى التهاب حاد او التهاب مزمن او انسداد في القنوات الصفروية او التهاب في البنكرياس وغير حصوات ممكن يكون التهاب وممكن يكون حاجات تانية مش عايزة اقولها خلاص طيب احنا بقى تكلمنا دلوقتي في القلم القلم شكله ايه العيان او العيانة وغالبا عيانة غالبا يعني اكثر الستات هم العرضة في المرارة الستات وخصوصا فوق سن الاربعين فيه طبعا تحت الاربعين لكن خصوصا فوق سن الاربعين وده يعني بيرجع انه ممكن يكون هرمون الاستروجيني عند الستات له تأثير على الميتابوليزم او عملية الايضية في تكوين الايه في تكوين الحصوات العيانة او العيان بيشتكي بعد الاكل بساعتين قلم شديد جدا في المنطقة اليمنى اللي هي فيها المرارة منطقة البطن العلوية اليمنى القلم ده ممكن يسمع في الكتف اليمين ممكن يسمع في الظهر بين لوحين الكتف بيبقى مصاحب معاه انه عنده لوعة اللي هو الغسيان او فيه قيل وبيبقى قلم شديد جدا جدا وعادة ما بيستمرش اكتر من 6 ساعات والعيان هنا بيطلب النصيحة الطبية ضرورية يعني ممكن العيان ده لو اكل في العاشة ونام يقوم بالليل يصوت ويقلق البيت كله ويوده المستشفى ده قبل ما نروح المستشفى احنا اطباء نفسنا يا دكتور ممكن نرجع لمسكنات وده فاكرة خطر طبعا صح؟ طبعا موضوع المسكنات استخدام الساقل هو بدون وصف طبيب ده اكبر خطر لموضوع كتير جدا اولا ان المسكنات ده ممكن يكون العيان عموما عنده اي الام جراحية خطيرة تستدعي تدخل جراحي وعمال ياخد في المسكنات يهدي ويرجع ويهدي ويرجع يكون حصلت مشاكل وممكن دي نتكلم معا ان شاء الله في نهاية الحلقة في بعض الام البط غير من المسكنات اللي هي الغرسة الروديية بيسموها نانسترودان انتي انفرماتري درابز اللي هي الغرسة الروديية ممكن تعمل مشاكل في الكلة اغلب المسكنات دي الا من رحمه ربي بيعمل مشاكل في الكلة وبيأثر على الكلة وبيأثر كمان على مرضى الضغط فالناس المفروض ما تاخدش مسكنات عمال على بطار المسكنات دي بوصف طبيب ده بد مني فحضرتك العيان اشتكى من الالم بيروح للدكتور بيبتدي طبعا هو يفحصه ويشوف اذا كان عنده تألم ولا لأ ألم وفيه ألم وفيه تألم ايه هو الألم والتألم الألم عرض العين بيقول انا عندي ألم وجع اه وجع انا يا دكتور عندي وجع في الحتة الفلانية التألم علامة بيشوفها الدكتور لما يلمس العيان طب الفحوصات يا دكتور هل التحاليل بتبين ولا بيقى ليه فحوصات تانية يا دكتور ج Zur التحاليل الدم عينات الدم تمام أنا دلوقتي جالي عيان وبدأت أشكني عنده مشكلة من المشاكل المرارة ببتدي بقى أشوف الوضع إيه هل ده مغس مراري عادي؟ هل ده اتهاب حد في المرارة؟ هل ده اتهاب في القنوات المرارية فقط؟ بتشخصه هو قدام حضرتك ولا بعد العالية؟ بكون تشخيص مبدأي من التاريخ المرضي ومن الفحص السريري اللي أنا بعمله وبناء أنا عليه ببتدي أطلب فحوصاتي فأنا أول حاجة بعملها أن أنا بعد ما بشخصه بطلب له على طول أشعة تلفزونية ووظيف كبد وصورة دم كامل وبتدي أشوف من الأعراض مثلا هو جاي ما بيشتكي من حرارة أو ما بيشتكيش من حرارة طيب فيه مع الحرارة رعشة هل هو فيه صفرة باينة في عينيه باينة في جسمه؟ كل ده بيديني فكرة العيان ده ماشي في سكة إيه؟ غالبا الغمغس المراري العادي ما بيبقاش فيه غير حصوات بس وبتطلع في الأشعة التلفزونية والتحليل بتاعته بتبقى في الغالب طبيعي سواء وظيف الكبد أو سواء صورة الدم الكبد غير المغس المراري؟ المغس المراري غير التهاب المراري غير التهاب المراري التهاب المرارة لأ بيبقى فيه التهاب الحاد وفي التهاب المزمن التهاب الحاد بيبقى فيه مشاكل ممكن نلاقي خلل في وظيف الكبد ارتفاع في نسبة الإنزيمات ارتفاع في نسبة الصفرة اللي هو البيليروبين وبيكون طبعا مصاحب بحرارة أو غير مصاحب وبيبان في الأشعة التلفزيونية بيبان يقول لي ده التهاب حد في المرارة حصوي أو التهاب غير حصوي يعني ممكن يقول لي كده أو يقول لي كده في الحالة دي ما بيلجأش للعمليات يا دكتور بياخد أدوية بس طيب حضرتك عايزة تقولي لي إمتى عمل عملية مش إمتى عمل عملية في حالات أعتقد بتيجي لحضرتك مش محتاجة عمليات أو مش محتاجة جراحة فتديها أدوية أو مش مسكنات أدوية بتقلل مشاكل المرارة أو ألام المرارة مظبوط كده؟ لا مش في كل أحيان هقول لحضرتك على حالة لو مغص مرارة عادي مش عامل أي التهابات والحصوات دي لا هي كديرة أوي ولا هي صغيرة أوي فأنا ممكن أمشي تحفظي ودي له حاجة تساعد في إزابة الحصوة ولو أن دي حاجات يعني نسبتها ضعيفة ولها مشاكلة لكن ممكن العيان يجي بعد فترة يقولي أنا عايز أعمل عملية ليه؟ خد علاج وتسكن الألم بعد يومين ثلاثة راح أكل أكل أدوية سمع رجع تاني هو عايز يعيش حياته الطبيعية فالعيان مش متحمل فهنا هو اللي بيجي يقولي لو سمحت أعمل للعملية ده في المغص المرارة العادي ده أكلات معينة يا دكتور هي اللي بتخليها حصلة مشاكل فيها؟ أي أكل فيها دهون أي أكل فيها دهون علي أكل لحمة سمينة ملبسة أكل فاست فود اللي مالي الدنيا اللي هي الفراخ المقلية وسمك مقلي لحمة مقلية الكلام ده كله بيسبب مشاكل حصوات المرارة عند أغلب الناس اللي عندها حصوات طيب أرجع بس الحتة تاني إمتى بقى أنا أعمله العملية؟ لا هنا بقى لو العين ده جالي في التهاب حد وأنا بنخيار من اتنين هنا يععمله العملية في أول 48 ساعة يا إم هعالجه لغاية ما الدنيا تهدى شوية وبعد كده خالص هدخله العمليات أو عيان عنده التهاب مزمن عيان عنده التهاب مزمن في المرارة أنا هنا ما بيجي ليشتكي من الألم دي ويتشخص التهاب مزمن بعمله العملية لأن ده عرضة لمشاكل التهاب التهاب مزمن يعني إيه ده؟ التهاب مزمن يعني عنده حصوات قديمة ودايما كان يجيله التهابات حده ويتعالج منها يجيله ويتعالج فطبعا دخل في حاجة اسمها التهاب مزمن ده بنيعرفه إحنا حاجة بسولوجية بيبقى المرارة نفسها كنسيج بتبقى النسيج بتاعة ده بيتخن وبيجمع مثلا مسك وقول فهنا العين ده عرضة أنه دايما يجيله التهابات في المرارة حده في قمة مزمنة فبيشتكي دايما من الألم فهنا لا أنا بحضره لعمليات وبعمله عمليات غير بقى الحصوات لما بتنزل وتعمل مشاكل ده ده موال تاني ممكن نتكلم فيه برضو قدام شوية في الحلقة طيب إحمد المريض أنه هو يخش العمليات يا دكتور هل فيه خطورة على حياة المريض؟ برضو سؤال جميل بص حضرتك لو هو التهاب حد التهاب حد لازم من أول وهلة بيسأل النصيحة التبديية وأنا اللي بوجهه طيب لو هو عنده حصوات بس مغص مراري عادي بيجي له مغص مراري عادي والحصوات دي حضرتك صغيرة مثلا ليكون أربعة ملي أو خمسة ملي القطر الطبيعي بتاع القناة المرارية في الإنسان البالغ من 6 إلى 8 ما يزيدش عن 8 خلاص؟ طيب العيان اللي هو الحصو بتاعته أربعة ملي وعنده حصوات كتيرة ده وارد أن الحصوات دي باستمرار تنزل تعدي من الأنبوبة الكيسية اللي جاي من الحوصلة وتدخل القناة المرارية العامة وتنزل بقى تقف فين؟ تقف عند البنكرياس يعني تترد البنكرياس له أنبوبة الأنبوبة دي بتتحد مع الأنبوبة دي القناة المرارية العامة والاتنين دول في مكان كده بتاعته المكان بيسموه أمبولة أوففاتر أو أمبولة فاتر وحواليهم سموهم بيسموه سفينكتروف قدي اللي هي العضلة العصيرة اللي حواليه وبيفتحوا في الإسنى عشر في الجزء التاني من الإسنى عشر عشان بيفضوا العصارة في الأمعاء طيب العيان نزلت الحصوات الصغيرة قفرت الأمبولة أوففاتر ردت العصارة البنكرياسية في البنكرياس البنكرياس ده في إنزيم إيه؟ وفي إنزيمات تانية بتهدم البروتينات الإنزيمات هتاكل الجدار بتاع البنكرياس والبنكرياس ده عضوه لا يمكن الاستغناء عنه في الحياة فطبعا عيان زي ده آه أنا أنا بعن دماغ سمراري عادي وحصوات صغيار أقول له لا بنتفورا لازم عمل لك عمليات من فرشة التاني طب نرجع للعمليات يا دكتور بس ناخد اتصال معنا ردت مساء الخير مساء النور مساء النور يا فندم حضرتك أنا كنت عاوز أسأل عاوز بس عملا الكنها تنزل تتصور وكده ممكن أنا مستمع حقيقي يا فندم طب ارجع لكنتروله وهم هيقولولا كده ناخد ولاء معنا مساء الخير يا ولاء أيوة عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحتي ما عايزة أسأل الدكتور أنا شايلة المرارة وعاملة وكاد ساتل القناة المرارية عندي فقالولي لازم تدخل تجراح فأنا عاملة منظر قريب على المعدة لإني معدتي تعبني جدا من أي حاجة بقولها فبتع وعملوا منظر على الكولون برضو لإني بطني برضو لسه لحد دلوقت أنا عاملة المرارة ده قالي أربح سنين جنب اليمين الجنب اليمين بيوجعني فروحت لأكتر من دكتور بعدما عملت المنظر قالوا لي ده الكولون عندك أنت عندك حالة نفسية عسان كده الكولون في الجنب اليمين هو اللي بيوجعك بس المغس ده ما بيروحش مع إني عاملة منظر وقالوا لي إنه هو التهاب كولون مش أي مش حاجة يعني والمعدة طمحتها لسهابات وارتجاع مع إني مرتحتش بقالي شهر كده باخد أدوية ومرتحتش بق فعايزة الدكتور يفيدني أعمل إيه يعني طيب أهلا بحضرتك حضرتك عندك كم سنة عند اتنين وثلاثين اتنين وثلاثين سنة وزنك مليان لا أنا كنت أيام ما عملت المرارة كنت 86 وطولي 170 حاليا برضو أنا 90 ووزني ديزل لإني ما بقولش من ساعة ما معدتي واجعتني وأنا ما بقولش إزاي حضرتك كنت 86 وبقيت 90 ووزنيك نزل إزاي زادت تانية دكتور ينت زادت أصليا بتقولي وزني ديزل مدام ولا أنت زدتي تانية مدام ولا بتقولي وزني نزل أيو أنا زدت بعد العملية زدت بعد العملية العملية أنت حضرت عملتين حضرتك عملت العملية من 4 سنين آه عملتها من 4 سنين كنت حامل وعملتها بعد ما تمام تمام ما هو الحامل ممكن يعمل حصوات طيب حضرتك عايزة أقولي حضرتك على حاجة الألم في الجنب اليمين في البطن من قدام ولا ورا في الجنب اليمين من قدام يسمع الورا بيسمع الورا عملتي طيب أي أشعة تلفزونية او اي حاجة? او اي اشعة مقطعية او اي رانين او اي حاجة? ما عملت ان شاء الله منذر وعملت اشعة تلفزيونية عند الدكاترة اللي انا برف لها. اه. اقول له يقول ان انت عمبك الكولون منفوخ لانك زعلانة والكولون طول ما انت عمبك حالة نفسية الكولون مش هيخف. طيب ممكن اسأل حضريك سؤال. اسأل حضريك سؤال. نعم. هو الالم دوت اه مش كان اختفى بعد ان هو المرار اللي كان يجي لك اختفى بعد العملية وبعدين دي جالك قريب. اختفى لسه من شهر بس. هو تقريبا وجالي من شهر. تمام. تمام. قالوليك عندك اي بقى? قالولي ان انت الكد بتاعك كويس. عملت كل التحاليل. الكد بتاعك كويس. وكل حاجة كويسة. بس انت عندك الكولون بتاعك اللي تعدان. هو اللي بيسمح في ظهرك من وراء. في الناحية اليمين. فبس انت ما عندكش اي حاجة. كل حاجة حتى الكليتين كويتين. وحتى المنظر عملته. بس اما ما دا كلش وما منفوخة على طول وعايز ارجع ومش مفتاحة. بقالك تقريبا شهر? نعم. بقالك شهرة في الموضوع ده? اه بقالي شهرة وانا عمل المنظر برضو من شهر ودوني خدت جميع الادوية مش عارفة خدت. خدت اسبوع وارجعت عدتاني جنبي وجعني. طيب بص حضرتك انا عشان حضرتك كده انا هندخل في موضوع كبير اوي اوي اسمه قولون العصبي. بص حضرتك. اه هم لحاجة عضوية ممكن تكون موجودة. يعني حضرتك لازم اعمل فحوصات اكتر من كده كمان. يعني اذا كانت اشعة تلفزونية انت عملتي ممكن ادور على اشعة مقطعية ادور اشوف في حاجة تانية ولا لا ممكن تكون بسبب بالي الالام ديت. حضرتك عملتي منظر معدى ومنظر قولون ولا منظر معدى بس? منظر معدى وعملتي منظر قولون. وعملتي منظر قولون كمان. وقالولك مفيش حاجة. ما انا هقول لحضرتك على حاجة اصل كلمة قولون عصبي انا ممكن حضرتك الاعراض اللي بتقولها ديت من اعراض القولون العصبي. لكن بتتشابه مع اعراض تانية. اصل قولون حضرتك معايا اسمعيني بس. القولون العصبي القولون العصبي عبارة عن جزء من اللي حضرتك بتقولي ده من الاعراض ديت اللي هو الشعور بالامتلاة وستددان النفس وانك تيجي تكلي بتشباعي بسرعة بيحصل كده. لا بص يا دكتور انا ما باكلش يعني بص ما باكلش مش عايز اكل طول نهار بس ممكن عشان اخد علاجي اكل اي سندوتش يعني معدتي نيتي مسدودة فكنت كويسة من اسبوعين ورجحت تعيبتي تاني فهم قالولي انت حالتك النفسية داي زبت عشان كده انت ما عندي كش رفت لأكتر من دكتور اكتر من طمم دكترة كل اللي رفله يقول لي انت ما عندي كش اي حاجة والسحليل والمنظر طيب الدكترة دول دكترة جهاز هادمي بس ولا فيهم جراحين كل الجهاز هادمي مفيش دكترة مفيش جراحين بس المنظر طيب معاليش انا هقول لي حضرتك على حاجة هالساز ان حضرتك تزري جراح وان شاء الله هيطمنك ولو طلع القولون العصبي يبقى خلاص الموضوع سهل ان حضرتك بس تغيير نمط حياة وتهدي نفسك والدنيا هتبقى كويسة بإذن الله في اي سؤال تاني ليك يا مدام ولا بنشكر حقيقة والف سلام عليك يا مدام ولا معنا اتصال تاني دلوقتي يا دكتور ناخده ونرجع نتكمل امو علاء مساء الخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور استأذنك الاول توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون بعد اذنك تتبص حضرتك بص يا دكتور لو سامحك اتفضل لي اتفضل لي يا فاني اتفضل لي مع حضرتك انا جان باليمين من تحت فدري كده بوجعنا على طول من بقلوج خمس سنين ورحت اتحجزت في المستشفى وقالوا لي ده المرارة وفيه قول لي تعاب خلقي في المرارة وبجمشي بيترج معايا في الحتة دي ولو قالت حاجة توجعني يعني انا بكلم حضرتك الوقت وزا ما يكون من تحت فدري بتقرس 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 حضرتك عندك كم سنة يا معلاء انا عندك 54 سنة 54 سنة الموضوع ده بقاله قد ايه بقالي 7 سنين 7 سنين على الوضع ده عملت اشعة تلفزيونية معلاء عملت اشعة تلفزيونية معلاء فيه حصوات في المرارة لا قالوا لي ده فيعيب خلقي فيعيب خلقي بس كده اه طيب عندك وعملت تحليل وظايف كبد وما فيش مشاكل اه ما تلاقش عندي بس انا ما اكل حاجة يا دكتور حس الجنب اليمين دي تقيل علي خالص ايوة ما تاكل اي حاجة ولا اكل فيه دهون اه فيه حاجات انا ما اكلها جنبي يعني انا باكل باكلم حضرتك الوقت جنبي تقيل تقيل من تحت سدري انت حضرتك واكلة من شوية اي حاجة تقيلة انا باكل من الساعة 4 ايوة طيب يعني دلوقتي من الساعة 4 لغاية دلوقتي انت حضرتك الالم ده بيجي بطريقة يصحيك منهم مثلا لو نايمة ويخليك تسرخي لا دلواني ماشي اه اجواء يعني انا اعدى الوقت غز 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 كده او وزنك زيادة يا معلاء لا انا وزنة 84 وزنك وطولك قد ايه مية وستين او مية خمسة وستين وزنك زيادة يا معلاء طيب انا انا عايز استأذنك تزوري دكتور جهاز هضم رحت المستشفى الضهاز الهضم والله وعمليني التحاليل هناك وانت بتوجعني يا دكتور بتوجعني لحد ما بعيطلهم وقولهم والله بتوجعني بتوجعني دوني تعيب خلقي فكرة التشخيص برده يا دكتور مانا تمام وانا عشان اشخص محتاج معلومات اكتر من كده ومحتاج المعالق لسه معالي العاية تسألها اي سؤال بتهبطك ازاي عملت تحليل سكر او قصت ضغط الدم لا ولا عملت تحليل سكر عملت تحليل سكر اليومان الشهر اللي فات دهو عملت رسم قلب لا طيب انا بس برضو معاليش هكرر على حضرتك هتزوري اتنين دكتورة دكتور البطنة العامة ودكتور الجراحة اللي اتنين هيفحصوكي وان شاء الله الحل عندهم بنشكرك يا معالي بنشكرك يا معالي فيه اي استثار تاني عندك؟ معنا اتصال ناخد برضو يا دكتور تاني عماد مساء الخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن كان حضرك الدكتور؟ معاك الدكتور اتفضل اتفضل يا سوزي عماد مساء النور اتفضل يا فانت حضرك معك عماد المنصورة باي انا مساء الله سوزي عماد حضرك عندك كم سنة؟ جنب الشمال بوجعني والله جنب الشمال بوجعني حضرتك عندك كم سنة؟ انا عندي تاتة وخمسين جنبك الشمال من وراه او من قدام؟ جنب الشمال جنب من شفت حضرك كده حوالي بكده الحوالي بيمين وشمال اه او قدام جنب الشمال بشمال ويمين وشمال و جنب بقى جنب الشمال ده لا يا بي لا لا في عنده حضرك غسيان بركب لزقة بستريح بتحط لزقة بتستريح؟ اه طب حضرك فيه مع الالم دي تلاها علاقة بالاكل لما تاكل اي اكل او نوع معين من الاكل؟ لا لا يا بي لا 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 مالوش اي حاجة من الحاجات داي لا الحمد لله بي بس جنب اللي اكون بشتهم مجل شتهم بيه ما استعمل حقيق طيب او واضح ان دي الام الام روماتزمية الام روماتزمية و الام ضهر مالهاش علاقة بالام البطن فانصح حضرك تزور دكتور عدم او دكتور جراحة مخو عصاب عشان الضهر بس عشان فقرات بدنا شكورك يا استاذ عماد الدكتور طبعا المكالمة اللي قبل استاذ عماد معلقة تقريبا اعتقد فكرة التشخيط الغلط هو اللي عمل لها مشكلة مظبوط او لا هو احيانا برضو المريض بيبقى موسوى الزيادة عن اللازم يعني هو عنده مشكلة ما المشكلة ديت اللي كاترة بيقول له انت ما عندكش حاجة انت ما عندكش حاجة ممكن يكون قولون عصبي من اعراض القولون العصبي ان العيان ممكن فعلا يشتكي من المعالقة بتقول عليه يعني القولون العصبي ده الملجأ بتاع الاطباء اللي بيحطوا به حل للحاجة اللي ملهاش حال فما ينفعش من مجرد كلام كده ان اقول لا دي عيانة لازم تتشاف طيب هتتشاف ازاي انا لو شفتها ممكن اشخصها وممكن اوجهها واحد اتنين تلات اربعة عشان جدا انا نصحتها تروح لدكتور بطنة عامة وتروح لدكتور جراحة طب بطنة عامة ليه؟ انا مش عايزة اقول دكتور قلب بطنة عامة ليه؟ لان احيانا بعض الاعراض الام البطن بتبقى اصلا هي الام في القلب ومسمعها على انها الام بطنة فنننفي الموضوع ده تماما طب انا عايز اتقالك سؤال يا دكتور بس معنا اتصال بس اتقالك السؤال الاول المرارة يا دكتور الجزء النفسي ممكن يسبب الام المرارة او مشاكل في المرارة استجاوبني بعد واناخد الاتصال الاول ماشي تقول ده حاجة يا نعمة مسائل خير ازاي الفل عليك ازاي خبرتك ازايك يا فندم؟ لو سمعت ممكن اكلم الدكتور الدكتور معيك اتفضلي اتفضلي يا حاجة يا دكتور انا سني تلاتة وخمسين سنة فعندي الام شديدة في المعدة وترجع على طول فالدكتور قال لي اعملي منظار فعملت منظار لقوا المكروب الحلزوني اه والتهاب في المعدة تمام فاخدت الكرس بتاع المكروب الحلزوني وقعدت اصبعين وبعد كده حللت مفيش مكروب بس معدتي قعدة واجعاني لدلوقتي برضو برجع وواجعاني وجنب اليمين قلم فيه جديد العامل عملية المغرشة ايلاها تمام وقلم في جنب اليمين ليه تلات يام ما بيروحش حتى بالمسكن مش بيروح فجنبك اليمين من ورا ولا من قدامي هو مسمع من قدامه من ورا في ظهري كمان في ظهري كمان فيه حرقان في البول او حاجة مع الالم ده؟ لا انا بحسل فيه احتباس المية يعني اجي اعمل حمام مية افتنى شوية واعمل تاني يعني طيب انا بس اما انا هقوله حضرتك على حاجة لو الالم دوت انت حسن وبيبدأ ورا ورا في ظهرك في المنطقة المقابل لقدام لقدام وبيسمع قدام فانصحك تزوري دكتور بسالي او ممكن اختصر عليك الموضوع ده كله حضرتك تعملي اشعة تلفزيونية على البطن والحود خلاص ادي رقم واحد ده بالنسبة لالام الجنب خلاص حضرتك معي حاجة نعمة معانا يا حاجة نعمة طيب حاولي تتصل بنا تانية حاجة نعمة طيب هي اكيد سمعيني ممكن اه طيب فاضح حاجة اه حاجة نعمة انت حضرتك اكيد سمعيني بالنسبة بالنسبة للالتهابات المعدة حضرتك هترجعي دكتور الجهاز الهضم تاني لانه ممكن يكون انت خلاص خفتي من المكروب الحلزوني لكن لسه عندك التهابات في المعدة ومش شرط ان التهابات المعدة تكون نتيجتها المكروب الحلزوني بس في حاجات تانية ممكن تعمل نمط الاكل بتاع حضرتك الفتء الحجاب الحاجز ممكن يعمل كده وده بيجي نتيجة ان الوزن الزايد والاكل حضرتك بتاكل دهون بتاكل حراء بتاكل البرد ممكن يسبب التهابات في المعدة فما تحاوليش حضرتك انك تقلقي نفسك بس رجعي دكتور الجهاز الهضم دكتور عايزة نصيحة اخيرة لان حلقتنا انتهت قبل ما نختل حلقتنا نصيحة اخيرة لكل مشاهدنا دلوقتي ازاي يتجنبوا مشاكل المرارة طيب حضرتك المرارة زي ما قلنا انها التهابات المرارة او حصوات المرارة لها عوامل العوامل ديت ايه قلنا السن فوق الارجعين قلنا الفميل اللي هم الستات دي حاجة انا مقدرش هتجنبها طيب في حاجات تانية الحمد وبعد الحمد ده برضو حاجات الستات ملهاش دعوة بيها لكن في حاجات تانية لو انا وزني زايد اقلل وزني وما اقللوش مرة واحدة اقللو بالراحة وبالتدريج لو انا كاسلان امرس الرياضة الحاجات دي ممكن تقلل معايا ان انا يتكون لي حصوات مرارة ويحصل معايا مشكلة دكتور رحمة الساعدة نورتنا النهاردة وانا سعيدة حاجة بفلي مرة تانية واتمنى ان احنا تقابل تانية ان شاء الله اعزائي مشاهدين انتهت حلقاتنا النهاردة رب تكونوا استفادتم منها انتظرونا في حلقات قادمة واستاذ فاتن